جميع مطارات موسكو أخلقت فجر يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري أمام الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بعد هجمة أوكرانيا بطائرات مسيرة حسب ما نقلته وكال التاس الروسية رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق منطقتين بموسكو أوكرانيا كثفت مؤخرا هجمتها بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية ودواحيها وتأتي الهجمات بالمسيرات في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية بهدف استعادة المنطق التي سيطرت عليها موسكو